الموضوع بأنه بدأ بوادر التوتر في الأيام الأخيرة وخصوصا نحن لم يبقى إلا 10 أو 12 يوم للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات وأتصور هناك تصعيد من المعارضين وهذه المقاطعة ليست فقط في التيار الصدري هناك التشرينين وهناك الكثير من يقول نحن ننزل يوم الجمعة القادم فإذا هذا الأسبوع ولنهاية الأسبوع القادم سوف يكون هناك تطورات في وضع الساحة العراقية بشكل عام وهذا تصعيد الغير المبرر ما بين الكتب السياسية والمعارضين نعم هناك مقاطعة للانتخابات وهناك في الشارع مقاطعة أيضا للانتخابات ولم تهتم المفوضية وقانون المفوضية إلى قضية النسبة والشرعية للانتخابات بأنها أصبحت متاحة بأنه شرعية الانتخابات ليس لها علاقة بأي مشاركة لكن التوترات الأمنية والعسكرية وأيضا هذه التجاوزات ما بين الكتل كلما اختربت أيام الانتخابات سوف تزداد عكسا أي أنه من المحتمل سوء الأوضاع في المدن وخاصا مدن الجنوب نلاحظ الكثير من هذه الاحتجاجات بدأت وسوف تزداد إلى يوم الجمعة والسبت القادم سوف يكون هناك بعض الظواهر هذا كتوقع أستاذ نوزاد لو سمحت بشكل مختصر أم معلومة؟ نعم هو توقع وفي نفس الوقت هناك معلومات وأخياء الأرض يعني موجودة الأرض تحركات وليس فقط في مدن الجنوب وحتى في الموصل هناك أيضا تهديدات للمرشحين وكل المرشحين وهناك تجاوزات من هذه المدن الموجودة المدرومة للمرشحين أنا لدي معلومات بهذا الموضوع يعني ليس فقط قضية شراء كذب أو الصوت الناخب البسيط أعلم أنت طرحت معلومة لو سمحت تهديدات من من تجاه من أو من من لمن من بعض الكتل الموجودة التي تكلمتم بها في المناطق الموصل والمناطق الإدارية في سهل نينوى وغيرها أيضا فإذا هذه التحرشات تزداد الوضع سوءا أي عدم في حالة إزدياد الوضع المعارضة أو مقاطعة الانتخابات سوف تزداد وأنا أتصور بأنه في حالة الأسبوع الأخير أن تشهد ساحات المضاعرات من جديد ستؤثر على الناخب والمشاركة الناخب في الانتخابات وعليه فأن الحكومة يجب أن تخلق أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات وإن لم تخلق هذه الأرضية فلا شرعية لهذه الانتخابات التي سوف إذا جرت سوف يكون لها نتائج وخيمة بعد الانتخابات أيها الأخير أيها الأخير أيها الأخير